اشتركوا في القناة يصر نادي ريال مدريد على التعاقد مع البلجيكي دان هازارد لعب تشيلسي بعد وجود استحالة في ضم البرازلين مارا والفرنسي كيليان بابي من باريس سان جرمان وكشفت صحيفة أسل الإسبانية عن أن هازارد قد لا يعوض غياب رونالدو بشكل كامل لكن المعادلة تهدفي للعب البلجيكي فوق لعب الريال إسكو ألاركون وماركو أسانسيو وبعد فوز هازارد ببرونزية كاس العالم في روسيا مع منتخب بلاده ما زالت مفاوضات تجديد عقده مع تشيلسي متعثرة في الوقت الذي أبدى فيه رغبته في الانتقال إلى ملعب سانتياغو برنابيو وسجل هازارد في الموسم الماضي 17 هدفا وصنع 13 بينما سجل إسكو 19 هدفا وسينسيو 11 ونبهت الصحيفة إلى أنه في حال قدوم هازارد قد تظهر تخمة في المهاجمين مثل ما حدث مع الكولومبي جيمس رودريغز وألفارو موراتا الذين رحل عن الريال لعدم حصولهما على فرصة اللعب أساسيا في ظل ثلاثي بي بي سي أهدر نادي ليفربول نحو 63 مليون جونيهن سرليني في صفقة ضم البرازيلي أليسون بيكر من روما الذي أصبح أغلى حارس مرمى في التاريخ وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن ليفربول الذي ضم أليسون مقابل 67 مليون جونيهن سرليني منذ أيام قليلة أضاع فرصة ذهبية لضمه حينما كان يلعب في انترناسيونال البرازيلي ويعود الأمر إلى عام 2015 حيث كان يمكن لليفربول التعاقد مع أليسون مقابل 3.1 مليون جونيهن سرليني إلى جانب حوافز وإضافات بقيمة 900 ألف جونيهن سرليني فقط وأضافت الصحيفة أن الناد الإنجليزي تباطأ في إتمام الصفقة خلال ذلك الوقت رغم سهولة انضمام اللعب لدوري الإنجليزي بسبب وصوله الألمانية التي تكفل له الحصول على جواز سفر أوروبي يذكر أن أليسون انضم لصفوف روما في صيف عام 2016 مقابل 6.69 مليون جونيهن سرليني فقط وظهر بمستوى رائع مع الفريق منذ ذلك الوقت كما بات الحارس الأساسي لمنتخب البرازيل أعلن المدرب ماسيميليانو أليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي قائمة الفريق المستدعطي لجولة الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستشارك ببطولة كاس الأبطال الدولية الودية ضمن استعدادات الليبيان كونيري للموسم الجديد وسيواجه فريق سيد العجوز نادي بايرن ميونخ الألماني وبن فيك الإيطالي بالإضافة إلى النجوم الدوري الأمريكي وريال مدريد الإسباني وشهدت القائمة غيب أكثر من لاعب وعلى رأسهم مهاجم الفريق الجديد كريستيانو رونالدو بالإضافة إلى باولو ديبالا وغونزالو هيغوين وأخوان كوادرادو ورودريغو بنتاكور بالإضافة إلى دوغلاس كوستا ومن المتوقع أن يعود اللاعبين المذكورين سلفا إلى تدريبات يوفينتوس في تورينو نهاية الشهر الجاري في حين أن ماريو مانزوكيتش وماركو بيتاسا بالإضافة إلى بليزما تويدي سوف يحصلون على إجازة إضافية بعد المشاركة في نهاية كاس العالم 2018 يبحث نادي الإستر سيتي الإنجليزي عن جناح هجومي للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية الحالي لتعويض رحيل رياض محرز وكان نادي مانشستر سيتي قد تعاقد مع الجناح الدولي الجزائري قادما من فريق الثعالب مقابل ستين مليون جنيه إسترليني وبحسب مجلة لتينسبورت الفرنسية فإن الإستر يريد التعاقد مع اللعب الدولي الجزائري رشيد غزال جناحين ديمونكو الفرنسي وأشارت المجلة إلى أن الصفقة من الممكن أن تكلف خزائن الإستر سيتي ما يقرب من ثمانية ملايين يورو يذكر أن صاحب السادسة والعشرين عاما قد شارك في خمسة وثلاثين مباراة في الموسم الماضي بمختلف المسابقات مع فريق الإمارة الفرنسية وتمكن من أحراز هدفين وقدم أربعة مريرات حاسمة بات الكروتي ماتيوكو فازيتش لعب وسط ريال مدريد محلا لصراع مرتقب بين عملاقي الدوري الإنجليزي منشستر يونيتد وليفربول من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما طلب اللعب رسميا خلال الأيام الأخيرة الرحيل عن الناد الملكي وفقا للتقارير وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيطلب 45 مليون جنيه استرليني مقابل بيع لعبه الكروتي لأي ناد في المركات الصيفية بعدما طلب اللعب من الإسباني جوليلو بوتيجي المدير الفني للريال الرحيل خلال الصيف الحالي وتبعت الصحيفة أن أندية منشستر سيتي وبايران ميونيخ ويوفنتوس ستنضم أيضا لسباق التعاقد مع كوفازيتش الذي تعلق مع منتخب بلاده في بطولة كاس العالم بروسيا والذي حقق المركز الثاني وأشارك ماتيو كوفازيتش في 36 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي في كل البطولات وصنع ثلاثة أهداف وجه نادي باريسان جرمان الفرنسي ضربة لنظيره برشلون في نفذة الانتقالات الصيفية الجارية في ظل رغبة الأخيرة بضمي حد نجوم الفريق الباريسي وبحسب موقع فوتبول إيطاليا قرر باريسان جرمان عرض لعبها داريال رابيو على يوفنتوس إلى جانب مبلغ مليء قيمته 30 مليون يورو من أجل التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش ويرغب برشلون في التعاقد مع رابيو إلى جانب ذلك يبحث الفريق الكتالوني إمكانية التعاقد مع بيانيتش من صفوف يوفنتوس لكن تحركات سان جرمان تعيق لبلوغرانا وأفاد التقرير أنه على الرغم من أعجاب يوفنتوس بيرابيو لكن العرض لن يقنع سيد العجوز وسيرغب في الحصول على أكثر من 30 مليون يورو لإطلاق صراح بيانيتش جدير بالذكر أن بيانيتش هدف لعدة أندية أخرى من بينها منشستر سيتي وتشالسي وتشير التقرير إلى أن يوفنتوس لن يستمع لعرض تقل قيمته عن 80 مليون يورو حال فتح الباب أمام رحيله هذا الصيف تتوالى العروض على أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني لمغادرة كامبنو خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري خاصة بعد تألقه في منافسة مونديال روسيا 2018 وبحسب صحيفة ثاصان البريطانية يرغب نادي وولفور هامتون بطل تشامبيونشيب وصاعد الجديد للبريمير ليغ في الحصول على خدمة الكولومبيا ريمينة مدفع برشلونة على سبيل الإعارة لمدة عام ولا يعد ذلك العرض لو ولي مينا من أندية البريمير ليغ حيث ترغب أندية إيفرتون وتتنهم في التعاقد معه هذا الصيف يذكر أن ياري مينا انضم لصفوف برشلونة في انتقالات الشتاء بيناير الماضي قدما من بالميراسا البرازيلية ولم يحظى المدفع الكولومبي بثقة مدربه إرنستو فالفيردي وهو ما فتح باب الشائعات أمام رحيله عن كامبنو أصدار مسعود أزيل عبخة وسط منتخب ألمانيا بيانا رسميا أوضح من خلاله ملبسات الصورة التي التقطت له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسببت له العديد من الأزمات على المستوى الرياضي وحتى السياسي وقال أزيل في بيانا نشره عبر تويتر أتيحت لي الفرصة خلال الأسبوعين الماضيين للتفكير في الأحداث التي وقعت في الشهرين الأخيرين وأنا مثل الكثيرين تعود أصولي لأكثر من بلد واحد في الوقت الذي ترارعت فيه في ألمانيا فإن وصول عائلتي تعود لتركيا لدي قلبان قلب ألماني وآخر تركي أمي علمتني أن أبقى دوما معترفا بجميل تركيا ولا أنسى من أين أتيت وتابع أعرف أن الصورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان لها رد فعل واسع في العالم الألماني وفي الوقت الذي اتهمني البعض فيه بالكذب أو الخديعة فإن الصورة لم يكن لها أي أغراض سياسية تلك الصورة لم يكن لها علاقة بالسياسة أو الانتخابات أنا لعب كرة قدم ولست سياسيا حين قبلته تحدثنا عن كرة القدم كما نفعل في كل مقابلاتنا حيث كان لعبا للكرة خلال شبابه عزيزي متابع قناة عرب جول هل ترى أن أوزيل أخطى بالتقاط صورة مع أردوغان شاركنا برأيك شكرا 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 شكرا